أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى أن ذكرى يوم الشهيد الذي يصادف السابع عشر من ديسمبر من كل عام والذي يتزامن مع الأعياد الوطنية لمملكة البحرين وذكرى تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم ذكرى عظيمة تستذكر فيها أروع ملحمة صطرها الشهداء بدمائهم الطاهرة في الدفاع عن دينهم الإسلامي الحنيف وعن ترابي هذا الوطن العزيز وأوطان وشعوب المنطقة قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى إن ذكرى يوم الشهيد خالدة جسدتها اللفتة الكريمة من لودن سيد الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه تتجسد فيها معاني الوفاء والعرفان من القيادة الرشيدة والشعب البحريني بذكرى شهدائنا البواسل الذي نضحوا بأرواحهم دفاعا عن ترابي هذا الوطن الطاهر من أجل تثميت قيام الدولة البحرينية الحديثة التي أسسها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن محمد بن خليفة الخليفة طيب الله ثرى سنة 1197 الموافق 1783 ميلادية وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة لقد سطر شهداؤنا الأبرار أروع صور التضحية بأرواحهم الزكية في سجلات تاريخنا العظيم والذي حافظ على وحدة أراضيه وكيانه العربي المسلم والذي انعكس على نهضة هذا الوطن الغالي وفق نهج الراسخ استند على الشريعة الإسلامية والعدالة السمحاء والولاء والوطنية والعطاء لمواصلة التنمية والتطوير لبناء بحريننا العزيز ووصل سموه قائلا إن هذا اليوم هو محل تقدير واعتزاز ورفع بالتضحيات التي قدمها شهداؤنا في سبيل إعلاء كلمة الحق ودفاعا عن الدين وحفاظا لكرامة وحرية وطننا وكذلك عن أوطان وشعوب منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فلقد سالت دماؤهم الطاهرة التي سطروا بها أرقى صور العطاء التي ستظل خالدة تتعلم منها الأجيال تلو الأجيال معاني التضحية الجليلة وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن البحرين ملكة وحكومة وشعبا لن تنساكم ولن تنسى تضحياتكم الكبيرة وستبقون خالدين في عقولنا وقلوبنا ووجداننا فأنتم الذين قدمتم أرواحكم فداء لهذا الوطن والدين الإسلامي ولنصرة الحق وستظلون بتضحياتكم النموذج الحي الذي دائما ما نفخر ونعتز به في تاريخنا الوطني كما أن التاريخ الخليجي والعربي أجمع سيتذكركم وسيتذكر عطاءكم والملحمة البطولية التي قدمتموها بمشاركتكم الباسلة في الدفاع عن الأمة ووحدة اليمن وسيادة أراضيه وإحباط مخططات أعداء الدين الإسلامي والإرهابيين لزعزعة أمن واستقرار المنطقة كاملة فهذه التضحيات ستظل ذكراها العطيرة بقية بإذن الله ليتعلم منها أبناؤنا وأجيالنا القادمة معاني قيم الحق والإخلاص والولاء والوفاء للوطن والدفاع عن ونصرة المظلوم وأعرب سموه عن فخره واعتزازه الدائم بشهدائنا البواسل الذين نهلوا الشهادة في اليمن الشقيق مؤكدا أنه تشرف بالخدمة معهم وإنه كان بجوارهم في ميادين القتال وقريبا منهم عندما من الله عليهم بالشهادة مضيفا سموه أنهم قدموا أرواحهم فداء لنصرة الحق والدين الإسلامي سائلا سموه المولى عز وجل أن يرحمهم ويتقبلهم وأن يسكنهم فسيح جنته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر